بسم الله اهلا بكم في حلقة جديدة من ناكرا بوكاست يسعدنا ويشرفنا ضفنا النهاردة يكون المهندس غريب سعد الدين اهلا بك بشمهندس وسعادة جدا نحضرك معنا النهاردة وعلى يعني نشكرك على تشريفك لينا في ناكرا بوكاست الحلقة عليكم سلامة وبركاته اهلا وسهلا يونيس انا اسعد ومبتود جدا ان انا ان شاء الله تكون مفيدة لنا وللناس كلها ان شاء الله يا بشمهندس في البداية حبيب اه حضرك اه تعرف الناس اكتر عن background بتاعتك وطبيعة عملك الحالي اوكي تمام اه انا background بتاعتي انا درست computer engineering فهندسة عن شمس و computer engineering دي بتبقى اكتر منها hardware microprocessors programming PLCs والكلام ده كله وده داني انتو شوية اللي قوز بتاع الassembly code تو خلاني مستاهو يحبب في موضوع الassembly والreverse engineering ومن هناك دخلت في موضوع cyber security خصصت اكتر في المالور analysis والثرت intelligence ومشي تبقى في كرير طويلة لحد ما انا حاليا شغال في ebay uh cyber crime where research lead uh بنحاول نفهم الاتقس لفتقال user type now is they provide protection احسان ون provide resilience for platform data now to attacks with cyber crime عظيم جدا شوانستابلاء وحابين حضرتك يعني اه متعرف المستمعين اكتر اتكلموا عن مالور analysis والثرت intelligence وازاي هما connected together تمام. هو الـ malware analysis يعتبر جزء من threat intelligence. يعني الـ malware analysis زي ما الاسم بيقول هو فوكسد قوي ان انت تفهم الـ malware أو الـ tool التي الـ threat actors بيستخدموها. تفهم الـ technically تعمل اي الهدف منها لو هي resistance. تعمل الـ resistance ازاي هل بتستخدم registries هل بتنزل نفسها فين. لو الـ malware الـ capabilities بتاعتها بيحاول يستخدم تكنولوجيز ايه او كود عامل ايه عشان خاطر يستيل information او يعمل destruction للـ system. لو فيه exploits الـ vulnerabilities اللي بيستخدمها. فوكسد قوي على الجزء التكنيكال من الـ malware وزاي ممكن عمله detection وزاي عمله removal. فحين الـ threat intelligence هو بيبص اكبر على السورة الكبيرة يعني جزء منها الـ malware وشغال ايه والتكنيك اسم باعته ايه بس اكتر برضو عن فهم مين بيستخدم الـ malware دوت. مين عمل developing الـ malware دوت زاي نقدر نعمل attribution. الـ actors اللي بيستخدموا الـ malware بتاعتهو مين الـ victimology بتاعتهم. ايه الاهداف بتاعتهم. هل عاوز financial gains عاوز يسرق فلوس ولا في spionage. تجسس وعاوزين يسرق معلومات وinformation. فالـ threat intelligence هو الصورة الكبيرة لفهم الـ attack كله من اول واخره. التارgeting عامل زاي الـ TTPs بتاعت الـ actors. جزء منه هو الـ malware analysis واننا فهم اعمل reverse engineering للـ tools بتاعتهم والـ malware وافهم بتشتغل ازاي. جميل يا بشماندس طبلاؤو. حبيدا برضو حضرك تعرفنا اكتر او توضح للـ audience مصطلح الـ APT. يعني احنا مسلا ممكن نسمعه كتير جدا بس ممكن بعض الناس مش عارفها ايه هو. ممكن حضرك توضحه لنا. طبعا هو APT ده Advanced Persistent Threat. وده مصطلح. ممكن يكون باب يستخدم كتير مش بطريقة دقيقة جدا بس هو ملخص وبطريقة بسيطة جدا. هو يعني دائما النوعين من الـ attacks اللي بمشوفهم في الـ cybercrime هو نوع حاجة من الاتنين. يا حاجة targeted حد عارف جهة معينة. entity معينة. هو عاوز حاجة معينة من الـ entity. فبيحاول بكل الطرق وبطريقة targeted جدا باستخدامه او solutions والصغرات اللي هو ممكن يستخدمها عشان يوصل قوة المكان ده. ويوصل الهدف معايا من قوة المكان ده. فده غالبا اللي بنحاول نطلق عليه advanced percent straight. لانه هو persistent. مصمم و targeted على المكان ده. ويستخدم technology او بيستخدم techniques و tools advanced. في نوع تاني من attacks اللي هو ممكن تبقى advanced بس مش targeted ومش persistent. هو حد عاوز مثلا يعمل financial gain. فهو مش فرق معايا. هل هو بيسرق من يونس من محمد من غريب. هو عاوز عاوز يميك ماني وخلاص. فممكن يكون تستخدم مورة advanced بس هو مش targeted. وهو مش persistent. هو مش فرق معايا من الـ victim. فابت زي ما قلنا دايما بيبقى هو الجزء ده. اللي هو في جزء ان هو advanced مش حد script. كده مسلا عاوز يتارجدد مكان لسبب ايان كان يعني. هو حد persistent. وحد عاوز مكان ده بهدف معين. في الاغلب بتبقى اي حاجة state sponsored. يعني وراها ديول بهدف التجاستوس او هدف اه حاجة جماعات اه بتسرق اه بلوبرنس وافكار من شركات كبيرة لشركات تانية كبيرة في مكان تانية عشان فاطر تستخدمها في في بزنس كومبتشنز وحاجات زي كده. ده شرح جميل جدا ومبسط وواضح يعني ده بخيري دلوقتي المستمعين اللي ما يعرفش ايه اللي اتضحت له. طب لو حبينا نعرف برضو من حضرتك يعني ايه اللي شجعك وش يعني من انت تدخل مجان السيبر سيكوريتي تحديدا. ايه اللي كان الحافز او ايش مانا مجان السيبر سيكوريتي. تميم زي ما تاكوا انا موضوع بدأ معايا ان انا كنت اه كنت كنت بدرس انجينيرين كمبيوتر انجينيرين ومنها شوية دخلت في البروغرامنج وتعلم تحبه في الاسمبلي من واقع الدراسة شوية اللي هي علاقة بالمايكرو كنترولرز فجزء من الموضوع ده بتاديد اخوش شوية في موضوع اللي نتعرف الباتشينج والكراكينج والحاجات دي اللي كننا نظرين بنعملها والجيم باتشز والحاجات دي. فعجبني اوي استهويت اوي موضوع ربيرس انجينيرين وانا انا انا احاول افهم الكود وافهم البروغرامش شكلة زي. فابتديت اشوف ده ممكن يستخدم في ايه في الحياة العملية او ايه الابليكيشنز بتاعته فمن الحاجات دي كان المالور اناليسيس. فبس فده كان الانتري بوينت بتاعتي للسيكوريتي ومنها ابتديت معجب اكتر. بالفكرة بتاعتين ان السيكوريتي دايما بيتوتش الديب اوي في كل جزء هو بيخش فيه. يعني انت لازم تعمل نيتورك سيكوريتي فانت لازم يبقى عندك فهم اوي للنتورك سعشان خطر تقدر تعملها سيكوريتي لو انت بتدار على فانت لازم تبقى كويس اوي في البروغرامي والاوكريتنج سيستنز عشان خطر تقدر تعمل لها فبس خطوة بخطوة بتاتي تخش شوية مالور انالسيس ربيرس انجينيرين استمرت بقى المسيرة في موضوع السيكوريتي. اوكي يعني حضرك برضو بتاكد على بوينت ان لازم الفونديشن او البيز بتاع اي سكتور في السيكوريتي يكون قوي يعني مثلا بروغرامينج والاوبراتينج سيستنز مفيدة ما يخص الريفورس انجينيرينج والمالور انالسيس النتورك لو الواحدة هيخصص في نتورك سيكوريتي فالكور نفسه بيبقى مهم عشان هو ده اللي هيبني عليه بعد كده. طبعا طبعا اهم حاجة ان انت في الجزء اللي انت متخصص فيه سيكوريتي وزي ما قلنا سيكوريتي بقى لها كتيرة وبقى لها تخصصات كتيرة ان انت يبقى عندك والاسيات وفي المجال ده بمستوى عالي زي ما قلنا دايما سيكوريتي بيلعب على يعني الجزء اللي هو مش الناس كلها تعرفوا في المجال ده او الجزء اللي بيحصل فيه اخطاء فانت لازم يبقى عندك الموضوع ده واصل للابريكوية عشان تقدر تفهم زي تعمله سيكوريتي. فعلا مش مانيس طب لو يعني حبينا نعرف من حضرتك اللي انت بدأت فيها يعني بدأتها او اخترتها في وانت داخل في السيكوريتي هل كنت بتجرب او تقرأ من كزا حد او كنت بترجع لمنتور بينصحك والله ممكن تذكر دي تمشي دي اخترت الباس او بتاعك ازاي? والله هو ممكن الموضوع كان بالنسبة لي شوية صعب في الاول ان احنا زي ما قتلك التداخل في مجال كان ساعتها جديد ما كانش في حد ناس كتيرة شغالة فيه وكان ما فيش حد زي ما بتقول منتور او حد عمال وصطوات دي في موضوع الموضوع انا استقدر ترجع له او تاخد منه خبرة او اتليست في الماركت عندنا في مصر او في الكوميونيتي عندنا في مصر. فكان موضوعات شوية بس يعني كان دايما كنت عارف ان انا حابب الموضوع ده وانا عاوز الموضوع ده. فكنت بحاول اتعلم كزا حاجة في كزا مجال لها علاقة او وعمرك ما بتعلم حاجة وبتخسر يعني فهم يعني حتى لو هي مش في الكور بتاع الحاجة اللي انت تعملها هي بتديك knowledge وخبرة بتقدر تستخدمها في فترة ما. فكانت بالنسبة لي بداياتي كنت بحاول اقرب كتب اللي كانت موجودة ورادي كتلمدت في الفترة دي ما كانش كتير زي ما موجود ده وقت ما كانش فيه الحاجات الاولاين كتيرا موجودة بس زي ما قلت لك بدأت شوية بالريات في الكتب كانت موجودة ساعتها. ودخلت منها شوية ان انا بحيث اتحاول اتعلم عملي مع نفسي ان انا اجيب سامبل وعملها وقرأ وقرأ اللي الناس بتعملها على الانترنت لما حد بيطلع عن مالور معينة بيكتب عن ايه بيعمل اناليسز ازاي ايه الحاجات اللي هو بحاول يوصل لها. وحاول لانا ريبيت الموضوع ده واشوف قدر اوصل لنفس الحاجات دي هلا. تمام يا بشواندس ده طيب دي البوين دي تحديدا فيما يخص السامبلز بتنقلنا السؤال بعد كده اللي هو النيو كومرز ممكن بيقابلهم بعض مشاك انهما يحصلوا على السامبلز بتاعت ال ايه بيتي مالور. ممكن يتغلبوا عن موضوع ده ازاي. يعني مش لايه حاجة ايه بيتي سامبل يقدر يبص عليها او حتى يشوف الموضوع ده ازاي. ممكن يجات اروند دي ازاي. اه هو الموضوع ده ممكن يكون صحيح في حالة انت بتتدار على اي بيتي سامبلز لأي بيتي جديد او حاجة نيو اللي ديسكورورد لسه نازلة مش مش موجودة. بس ان جنرال لو انت عدت تدار على سامبلز وستنت تعلم عليها او حاجات قديمة شوية ففي حاجات في القبض يعني الموضوع بيأسهل كتير دوات الانترنت شيء جيت بس كتير بتكليكت المالور سامبلز بتاعة الابتز المعروفة او الحاجات البابليشد في في بقى بلاتفروم بتالاو دقتين اي حد يدولود من عليها مالور سامبلز للساند بوكسنج او البيهيفيور اناسي تلاتة زي في اي رن اعتقد اي حد ممكن يدولود من عليها سامبلز وعليها كوليكشنز حلوة. اه في حاجات بيت طبعا ممكن او رسيرش ويكون شهل يقدر لها اكسز بس ان جانرال حتى لو انت حاول عاوز توصل الابت جديد او مالور لسانازل جديد او ببليشت وعاوز توصله بتبقى مصعب قوي بس بيعتقد اكتر انت تحاول تبال كونيكشنز يعني دايما في الكميونيتي الناس بتحاول تساعد بعضها لو انت عندك علاقات مع ناس في اماكن مختلفة اليوم اكسز ممكن يحاول يساعدك اه 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 لو انت بتبصل حاجة معينة لأكسز على حاجة مش موجودة لك ممكن يحاول يشير معك ونحطها على البوست عندكم وانا استطيع تستخدمها لو انت بتدور على حاجات جديدة زي منقول زيرو داي مالورس لسه نازلة جديدة او محدش كتير لأكسز لها تبقى تعتمد على نترك بتاعتك ان انت بتكلم احد تطلب منه السامبز لها لأكسز لها لأشغل في مكان معين لأكسز على حاجة زي بارستوطل ممكن يجب منها سامبز ويعملها شير معك فبتبقى برضو يعني مش مش صعب او اوكي تمام اكيد هنشير هناخد اللينك من حضرتك ونعملها شير للناس ان شاء الله برضو عشان يستخدموا منها طب برضو دا ينقلنا السؤال تاني خص يعني الممكن كل واحد يقبلها في الكارير بتاعه حضرت زي ما حضرتك عارف ان كل تراك ليه التحديات او الخاصة بيه من وجهة نظر حضرتك ايه اكبر تحدي قبلك في الكارير باوس بتاعك وازاي اداء تتغلب عليك ازاي ما كنت متكلم كان في كازا تحدي بس اعتقد في البداية كان التحدي لأكبر زي ما قلت لك انه مكانش في رودماب واضحة اوي مفيش منتر الكلام ده بالذات او انا بدأ انا في موضوع المالوراناليسز ما كانش فيه بزنس نيد اوي في الماركت عندنا فانت كنت بتحب حاجة او عاوز تشتغلها بس مش متأكد ان ده في كارير باوس لها موجود او حاجة كويسة فكان كان تشالنج كبير وكان زي ما قلت لك التشالنج ان انت عاوز تتعلم حاجات مش ازلي افاليبول يعني ما كانش فيه تراينجز كديرة ساعتها موجودة ما كانش فيه حاجات اولاين فبتعم مجود اكتر ان انت تتعلم ومن التشالنجز اللي لسه موجودة خصوصا في موضوع الماركتر انت بتحتاج ديب نوليج في حاجات كتيرة يعني محتاج في حاجة زي الواندوز ان انت تبقى فاهم اللوغ ليفل قوي والانترنلز بتاعتها والكولز وحاجات شغالة زي وحاجات دائما بتتغير فمحتاج على طول توكيب افديدت عليها محتاج عندك نوليج في بريم مكتبه للغة اللي جيدة فدايما بيبقى عليك لود ان انت عاوز دايما تتعلم حاجة جديدة و تتعلم نفسك فيها اوكي ده برضو يعني موضوع التشالنج والنحرك بتتعاوز تتعلم دايما جديد يعني انا شايف دي من الحاجات يعني الاخيول يعني اللي هي اللي ساعدت حضرتك بسم الله و ما شاء الله و اقول يعني يعني فيه اكسلنت كريب بروغرشن يعني و دي الجزء اللي حابين نعرفه من حضرتك يعني حضرتك بسم الله و ما شاء الله و اشتغلت في اماكن كتيرة كبيرة مثلا اي باي و كاسفيرسكي لاب و يعني ازاي حضرتك يعني اشتغلت في الاماكن دي هل كانت بتيجى عن طريق ريكمنديشنز او من فرينز او ناس انت اشتغلت معاهم او حضرتك كنت بتعمل بوبليش لشغلك اوندوين في الناس سارفتك يعني ازاي حضرتك قدرته تحصل على الوظائف دي في الاماكن دي يعني الوالنون تماما طبعا كل توفييم ربنا بس زي ما تقولت هو يعني كل التاريف الوظائف اللي اشتغلت فيها مفيش ولا حاجة منهم انا عملت ابلو بنفسي على الوزيشن او حاجة اه هي معظمها حد بيدور على حاجة يعني مثلا تلك في كاسبريسكي لما أول ما عملت جوان لكاسبريسكي كانوا بيقولولي أنهما بقالهم كتير أو يدوروا على الحد بسكيلز مثلا في المالورانيسي ورورس انجينيرين في الريجن أو في المنطقة بتاعتنا ومشلائيين هما اللي تواصلوا معايا وحاولوا يشوفوا يعني وكده. وهكذا في كل وظافة لنا دخلتها كانت دائما هما الناس اللي بيحاولوا يدوروا على الحد بكارترية معينة بسكيلز معينة أو زي ما انت قلت كونيكشنز حد عارفك عارف ان انت عندك السكيلز دي اللي هما بدوروا عليها فبيحاول يوصل معاك ففعلا في الكارير بتاعتنا دي بزات الكنيكشنز وان انت تبقى موضوع واضح ببليكي للناس انت بتعرف تعمل ايه ويه السكيلز بتاعتك ويه الشغل اللي انت عملته قبل كده ويه الحاجة اللي انت عاوز تعملها حتى لو مش انت عندك بتاعتها بس بموضح ان انت كين ان انت تخش في المجال ده في الحتة دي بيساعدك كتير جدا ان انت تلاقي شغل المجال بتاعنا في فرص كتير جدا وفي نقص كتير جدا في الريسورس اللي موجودة انها تشتغل بس هي برضو موضوع قوي بالنسبة للشركات انهم يلاقوا الناس يعني ممكن يكون الناس مش بتعرض نفسها بطريقة واضحة مش بتبقى كليرة عن هو بيدور على ايه او ايه السكيلز اللي هو بيعملها يعني الادوائز بتاعدي صح زي ما انت قلت ان انت لو بتعمل شغل معين تحطه public وتحاول تتكلم عنه وتوضحه للناس تبقى عندك profiles واضحة على الاماكن اللي الناس تدور فيها على حد يفلفل jobs معينة يعني لو حبينا يعني نوصف او نوضح كلام حضرتك اكتر وحطينا مصطلح سلف ماركتينج جنب التكنيكال سكيلز يبا هي دي المست افكتف وي تو جاتا ديسنت جوب يعني الواحد يحصل على شغلنا كويسة في مجال الثريات انتليجنس والماروير اناليسيس؟ طبعا بالنسبة كبيرة جدا بالاضافة ان انت يبقى عندك نتورك لان بالاضافة للنالج الناس بتبقى ابدو على حد trusted في المجال ده بزير فبالاضافة ان انت يبقى عندك نتورك كويسة مع الناس في الكميونيتي سواء في المكان اللي تشغل فيه او بره ده بيساعد كتير جدا يعني انت زي ما تقول بتبقلش بتانتراكت بتتقومنت بتسأل اسئلة بتشاري النولج اللي عندك مع الناس ده بيساعد كتير جدا في خلق فولورس انت ممكن حتى ما تكونش شايفها قدعم فعلا يا بشماندس طب لو يعني من وجهة النظر حضرتك وخبرة حضرتك يعني الشركات مثلا زي كاسبيرسكي او اي باي ايه الحاجات اللي هما بيدوروا عليها في او الاشخاص اللي هما عايزين يعملوهم هاير يعني تحديدا بيركزوا في ايه هل هي بس الالتكنيكي سكيلز بس ولا يعني ايه مصد انه ايه با في حاجات تانية غير الالتكنيكي سكيلز والله ايه سوال حلو جدا لان جزء من الروز بتاعتي في الشوال فالان انا كنت بحاول اهير ناس وان انا بحاول ابدا التيمز وكده واللي انت سألته ده كويس جدا لان دايما التشالنج من احنا نلاقي ناس مش في السكيلس مش من حد يبقى تكنيكلي شاطر او حد بيعرف يعمل بس التشالنج دايما ان انت تلاقي حد ماندسيت بتاعته مناسبة للرول يعني مش بس ان انت لازم تبقى عندك التكنيكلي سكيلس لأ ممكن حد مبقاش عنده التكنيكلي سكيل قوي بس هو الماندسيت بتاعه مناسب ان هو يتعلم ويديبولوب ويبروغرس بس انت بتدار على حاجات مثلا انه هو يبقى سلف موتيفيتد ان انت لو شغل في ريسورش تيم مش بيبقى عليك منترينج قوي فانت لازم تبقى عارف عمدك الموتيفيشن بتاعتك عاوز تشغل عاوز تتعلم بتعرف ان انت تبقى تيم تلاير ان انت لو شغل مع تيم ازاي تقدر تساعد الناس وازاي تقدر تسأل الناس واستفاد منهم ازاي بتعرف تعرض شغلة يعني ممكن تكون شاطر بس ما بتعرفش تطلع outcomes تقدر تعمل reverse engineering بس ما تطلعش بتاعتك بطريقة واضحة نقدر نستغلها تقدر تبقى flexible في الحاجات اللي انت بتشغل عليها وتتعلم الناس الحواليك وتتعلم skills كتير جديدة هي دايما ساعات كتيرة جدا بتبقى بالنسبة لنا اهم كمان من technical skills يعني ممكن اشوف حد شاطر وعنده المنتاليتي اللي انا بتكلم عليها دي فاقول اه ده مناسب في حين انا ممكن اشوف حد technical شاطر جدا وواضح ان هو شاطر في الموضوع ده بس انا عارف ان انا لو جبته التيم او ان انا لو اشتغل معي مش عارف اطلع منه outcome هيبقى عندنا مشاكل جديد كتيرة ان احنا نقدر نعمال له management b2 في شغله وما بيقدرش يركز على اهداف معينة ما بيقدرش تطلع outcomes مش سهل ان انت تخليه اشتغل في project مع ناس مع مع التيم ويكمنيكات معهم فلا في ساعات كتيرة بيبقى فعلا حتى ان الجوز اضوات والميناتلي تيجي في المقام الاول قبل التكنيكال سكيلز كمان اوكي بشمانس طب لو حبينا برضو نعرف من حضرتك يعني حضرك في بداية الكريل بوست بتاعك اه اه اشتغلت في national search حبينا نعرف من حضرتك يعني يعني يواجه الاختلاف ما بين ان حضرتك مسلا تشتغل في national search وما بين company enterprise او كده او vendor يعني هل في اختلاف طبيعة شغل environment ال task اللي بتتطلب او كده طبعا في اختلاف كبير جدا وطبع من الحاجات اللي هي كان ليها فضل كبير طبعا ان انا الحمدلله قدرت اخش في المجال ده وان انا بدأت في search ان search كان حاجة كويسة جدا وحاجة عظيمة في الفترة يعني كان بيوفر resources وبيوفر لك الوقت ان انت تشتغل على حاجات زي ما قلت في الاول ما كانش ناس كتيرة شايفة اهميتها ما كانش ناس كتيرة في الماركت بتفكر انها ممكن تحتاج حد عنده skills زي ديت او ان هو تديك resources ان ان انت تتعلم حاجة زي كده فكان موضوع مهم جدا ايه الفرق الفرق زي ما بقول لك يعني search ممكن يديك resources ممكن يديك بقت مغير ما يضغط عليك عشان تتعلم حاجة جديدة او ت develop نفسك في حاجة معينة او يديك حرية في ان انت research حاجات flexible بالنسبة لك مش 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 محطوط لك lines واضحة او ان انت تمشي عليها ده بيبقى ساعات ميزة وساعات عيب يعني ساعات زي ما قلت لك في ناس بيبقى المانسيف اللي هو عاوز حد يقوله اعمل كزا واحد اتنين تلاتة وحاوز حد يحطه الورود ماب واضح وحاوز يقوله ذاكر ده وعمل ده وساعات بيبقى ميزة زي ما قلت لك لو انت عارف انت عاوز ايه بس عاوز ال resources وعاوز ال support ده بيبقى كويس الناحية التانية لا الشركات برا بيبقى لا هو عاوز اهدف معي انا عاوز منك outcome مش هيستنك قوي ان انت تبقى جاي from scratch بتعلم حاجة جديدة وتجرب معي بس في الناحية التانية بيبقى عندك mentor عندك حد عنده experience ممكن ترجع له وعندك ممكن resources اكتر عندك نفس experience ممكن يدوك advices تسهل لك الطريق تcut short ان انت تتعلم حاجة جديدة او ما تخشش في اخطاء هم اريدي عارفينها وساعد بيبقى الوجود الاهداف الواضحة دي بيساعدك ان انت يبقى عندك motivation انت عرف ان انا لو هعمل كذا كذا هطلع ال product فلاني او هطلع ال report فلاني اللي هيبقى published فهيبديني credit معين فبيبديك motivation شوية ان انت تشتغل وتحط وقت اكتر في مجهودك فطبعا هنا مميزات وهنا مميزات هنا في ضغط وهنا في flexibility هنا في resources ووقت هنا في outcome هم محتاجينه فدا لي ميزة طيب بجانب ال technical skills ال non-technical skills رأيي حضرتك لو حد احب بي develop او يطور فيها او ينميها يعني زي ما نقدر نقول ممكن يعمل ده ازاي non-technical skills عشان تفيدوه في ال career post بتاعه non-technical skills زي ما احنا قلنا هي الحاجات المهمة جدا بيبقى مثلا ان انت تبقى team player فممكن انت حاول تعمل كده ان انت تحاول تشتغل على projects مع ناس حتى لو حاجات open source projects حاجات community projects تدفولب طول مع ناس انت تعرفها تشوف ناس حتى لو مش معك اشتغل بره في الفيلد تقول لهم تعالوا نشغل على project ده او نعمل research ده مع بعض فتتعلم ان انت ازاي تقدر تشاري ال skills اللي عندك مع حد تاني عنده skills مختلفة ويتcompensate وده مع بعض ازاي ان انت تقدر تكوبرات مع الناس ازاي ان انت تقدر تكومنيكات مع الناس ازاي تقدر تحط roadmap لنفسك ال project انت بتعمله وتحط له objectives فالما ازاي ما اقول لك المشاريع اللي هي بتبقى open source او ال research projects اللي انت حتى ممكن تعملها فقط فراغك بتساعد كتير ان انت تbuild skills دي وبردو في skills زي ان انت تقدر تpresent الشغل بتاعك ان انت تقدر زي تطلع output فممكن تعمل كده بان انت يعني تبقى ليك plot post او اللي بقى ليك حاجة بتpublish فيها يعني اوكي انا بعمل analysis للسامبل دي عشان اتعلم وعشان كل حاجة تمام وبتاع بس حاول ان انت تpush نفسك ان ان انت ال output او ان انت تعلمت ده تقدر ازاي تطلعه فورمات كويس بان ان انت تعرضه عن ناس او ان انت تقدر تشيره مع حد ده كله حاجات بتساعد يعني ان ان انت تاخد trust ان انت لو تقدر تتكلم مسلا عندك اي فرصة ان انت تpresent مسلا في اي event مش كاز نبقى حاجة كبيرة يعني او ان انت تعلم حد او تعلم تدي فرصة ان انت تدي توق في اي مكان ده بيديك تاني من ال skills الناس بتدور عليها الول ان انت تبقى public speaker ان ان انت تبقى عندك trust ان ان انت تعرض افكارك ان ان انت تpresent افكارك بطريقة واضحة ان ان انت زي ما انا قلت ازاي تتكومنكيات مع الناس ازاي تتكومنكيات على برويكت معيانة ده دي كله حاجات ممكن انت حتى لو انت مش عندك الفرصة دي في حاليا في الشغل انت تشغاله او في ال environment انت فيها تقدر تخلق لنفسك environment تتعلم فيها ال skills دي فعلا نصيحة جميلة جدا ان ممكن يستفيد من ال community ان هو ينام من non technical skills مش technical بس طب لو حبينا حضرك باش مانت استكلمنا عن العمل سواء جوا مسلا هنا مسلا في مصر او برة في اي مكان حضرتك شايف ايه الفرق ما بين الماركت يعني او بنكلم بتحديدا عن الماركت العربي والانترناشنال ماركت ايه الفرق اللي حضرك شايفه ما بينهم اولا بس انا مش عملتش كتير في الماركت العربي او جواب مصر عشان اقولك فكلاف بس يعني من واقع خبرتي يعني في الموضوع ده تعتقد من الحاجات المختلفة شوية ان يعني بره بيبقى فيه بروسس واضحة ودفايند قوي في كل حاجة بيبقى فيه جوب تسكريبشن ورولز واضحة فانت بتبقى كي يعرف الرول بتاعك مسلا في الشوال ايه و ايه المطلوب منك و ايه الاوتوت الاكسبكتد ان انت تطلعها فده بسهل عليك كتير يعني ان انت يعني بسهل عليك كتير ان انت تشتغل وان انت يبقى عندك طريق واضح تشتغل عليه شوية الدنيا اعتقد في الريجون عندنا بتبقى مش 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 بالوضوح ده وما فيش بلان واضحة وما فيش شوب تسكريبشنز اوي واضحة لكل شخص او ايه المطلوب منه او ايه انا بعمل لك هيرين و ايه الرول معي بتاعتك و ايه شكاير البواس بتاعتك الحاجات دي كلها متشتغل واضحة اوي في الريجون عندنا ده بالاضافة شوية اللي ممكن يكون الطبيعة السكوريتي تيمز والسكوريتي اندوسري عندنا في الريجون هي اكتر بتكونسيوم برودكت بتكونسيوم سيرفس اكتر منها انها بتبتريوس فمعظم الوبرتونيتيز او معظم السكيلز المطلوبة بتبقى مختلفة شوية عن اللي انت ممكن تبقى شايفه برا اكتر فوكسد على من حد يبقى السكيلز فو برودكت معينة حد بيعرف حاجة معينة حد بيعرف يستخدم حاجة والمعينة بحيس ان برا ببقى اكتر لا يعني بيدور على اكتر بيدور على حد بيعرف يحل مشاكل حد بيعرف يشوف مشكلة معينة حاجة جديدة فيها اعتقد ده الفروق الكبيرة يعني اللي ممكن تشوية اللي واحد تحسها في في التعامل هنا وهناك اكيد. تمام هو برضو كلام حدركي ان الجزء تاني مهم يعني معظم النيو كومرز بيفكر عشان يقدر يحصل على محتاج ان هو يعني يكون من الاخر كده بيشتغل برا حدرك تحب تنصحهم بايه وبرضو حابين يعني حدرك تقول لنا ايه يعني ايه العيوب اللي هما ممكن يلاقوها موضوع للشغل برا يعني اه لحضرك مسلا ممكن بتقابلها الوقتي او شوفتها في الكريب باس بتاعك اه بسبب العمل برا ايه ايه المشاكل او ايه اللي هما ممكن ما يكونش واخد بالو منها? اه والله هو اه يعني مش لازم تشغل برا عشان تتعلم او عشان تبقى شاطر او ان انت تبقى كويس في حاجة مهيانة كل حاجة بتقابل بضليان ادواتي انت تتعلمها وتقدر تكمبيت وتقدر تعم كل حاجة بس طبعا الشغل برا بيفتح لك فرص اكبر بيفتح لك فرص ان انت تشتغل في تيمز اكبر ان انت تبقى لك اكسس لحاجات تانية طبعا لها مميزاتها يعني اه من ناحية ايه العيوب اه ماغ العيوب تبقى لو احنا احنا متكلم عن الجزء التكنيكل يعني بس او يعني بعيدة عن الجوانب الاخرى فهو الجزء ببقى اكتر ممكن في الانتراكشن مع الناس والكولتشورز المختلفة او ان انت مثلا اللغة ان انت زيت اكس برس نفسك بسهولة اكتر ان انت زي يبقى عندك ثقة في التعامل مع الناس ان انت تبقى افكارك مش بتحرج ان ان انت تعرضها وان ان انت تتكلم عن نفسك ويكون عندك ثقة في الموضوع ده اكتر اه ممكن شوية زي ما قلتلك برضو اكتر برا هو في اه واحد سوى اثنين يعني هو جايبا في الهدف معي انا عاوز حاجة منك حاجة معيانة لو انت متقدرشة تفل ده هو مش مش هيستنى عليك كتير او مش هي مرحب بيك في المكان ده في حين ان احنا زي ما انت عارف في الكومينات بتاعتنا ممكن تبقى ماشي في بيسيك ومكمل عادي يعني لكن هنا دايما بيبقى عاوزك تطور بيبقى عاوز منك حاجة جديدة بيبقى عاوز يشوف ان انت بتحلله مش هيكل بيدي في حاجة جديدة للشركة والتيمن انت فيه ودايما فيه زي ما اوزك حالو بس ممكن يكون بيعمل لود انه دايما بيميزر البرفورمس بتاعك دايما بيشوف انت في التاني ادي ايه فدايما انت بيحط عليك لود شوية طبعا بيخليك تتحسن بس ممكن شوية بيبقى حط عليك لود ان انت لازم دايما تبقى شغال وتعمل حاجة كويسة اعتقد يعني ده يعني هو عيب وميزة في نفس وقت. اوكي طب لو اتنعنا البوينت الخاصة يعني شكوى كتير من او كده ان هو موضوع اه صعوبة الحصول على اول وظيفة بدون سابق خبرة. اه حضرك تقدر تديهم ان هما يتغلبوا الموضوع ده ازاي? والله يعني بصها يعني بصراحة لم تحسش ان احنا عندنا في الجزء بتاعنا بتاع السيكيوريتي ان الخبرة مش بهمية السكيلز. ففي فرق بين ان انا عندي سكيلز وعندي حاجات معينة والفرق ان انا عندي خبرة. من مشاكل كتير بشوفها في الناس ان هو بيستنى ان هو يطلع ويشتغل عشان يبتدي بلد سكيلز يعني هو بيستنى ان انا هتخرج وخلص كلية وبعدين بقى اجي اقدم على شغل وبقول لا ده انا مش لقي شغل عشان انا ما عنديش السكيلز دي. في فرق زي ما قلنا بين انت ممكن تبالد سكيلز كتيرة وانت لسه ما اشتغلتش وانت لسه في الكلية وانت في اوقات فراغة. فدي دايما المشكلة اللي هو انا بخلص كلية وبعدين ابتدي اشوف ايه الشغل وايه السكيلز اللي انا محتاجها. فطبعا بتطلع ما عندكش اي حاجة او اي سكيلز تبالد عليها او تقدر الناس تستغل لها. انا دايما لا من بدري قوي ان انت تبقى عارف انت عاوز ايه عاوز تشتغل ايه وايه سكيلز انت محتاجها. لو انت عاوز بروغرامنج هتتعلم بروغرامنج ايه. لو انت عاوز نتوركين تبقى بتاخد كورسات وتتعلم في الحاجات دي. زي ما انا قلت ممكن ان انت لسه في الكلية تكون بتخش في اوبن سورس بروجيكس. ممكن تكون بشتغل في حاجات. مش لازم تستانع لما تتخرج وبعدين تقول انا اشتغل وبعدين ابتدي بقى اتعلم. تاني في فرق بين experience. اه ممكن يكون شغلات معينة بقى محتاجين experience. بس في اماكن كتير لا بيبقى skill اهم من experience. يعني اياه معيننا ناس عندهم experience قليلة. بس كان واضح انهم عندهم skill معينة احنا محتاجينها. فده الادوائز ان انت من بدري بتدي شوف انت عاوز شغل ايه? ايه السكيلز المكتوب موجودة لها? ايه اللي هتحتاج ان انت تبقى عارفه وتعلمه من بدري قوي وبطيدي ان انت بلد اللي بتاعتك فيه بحيس لما تخرج تبدأ تقدم على شغل تقول انا اقدر اساعدك كزا انا اقدر اتفلوك كزا مش انا جاي اتعلم كزا. بالضبط يعني نده نقول للطربة او الناس اللي لسه بتدرس في الجامعات اللي انت في يعني زي ما نده نقول ممكن ال golden age ان انت تتعلم اصلا. عشان ممكن بعدين كده مش هتلاقي وقت اه. اه. ولا يبقى عندك مجهود او بتاع فطبعا ده بتبقى احسن فرصة ان انت فعلا تتعلم وان انت تبلد بتاعتك في الحاجة اللي انت عاوز تشتغلها بعد كده. فعلا مش هتلا. طب لو حبينا برضو نعرف من حضرتك ايه اكتر اه تريك او حاجة انت عملتها. اه وحسيت ان هي فرقت معك جميل جدا في ال professional career بتاعك. يعني مسلا هل كنت اه بتحضر اه مؤتمرات كتير اه بتعمل publish papers كتير فحسيت ان هو ده ده فرق في الكارير بتاعك. اه طبعا زي ما قلنا يعني زي ما انت قلت بتاع الشغل بتاعك ده من الحاجات المهمة. فان انت تخش اه اه خصوصا خصوصا ان انت تعمل حاجة زي ما قلنا مع ناس بره الشغل بتاعك او بره بتاعتك وتكوبرات معهم. ده بساعد زي ما قلنا اهم الحاجة في الكارير دي ان انت يبقى عندك نتورك من الناس شغلة في حتة مختلفة في اماكن مختلفة. عارفين عارفينك مش بس جوا شركتك بره شركتك كمان بحيس ان انت تقدر تشوف opportunities ثانية وكده. من الحاجات برضو المهمة هي دايما ان انت تحاول ان انت لما تروح مكان مش بقاش جاي تخش ترس في مكان او خلاص لا بتحاول ان انت حتى بره بتاعتك تشوف لو في حاجة معينة انت ممكن تضيفها للمكان. تشوف مشكلة معينة هما بوجوها وتحاول فعلها حل. حاجات بسيطة زي مسلا تاسك ناس بتعملها تحاول تعملها اوتوميشن. حاجة جديدة مستعملش تقولهم. دايما ده بيساعدك ان ان انت توري نفسك ان انت تظهر ايه السكيلز اللي عندك. بغير بغض النظر ان انت بتخش على شغل معين بحاجة معينة بتعملها وفلاص ودانك حض الدماغك فيها ودانك على كده. ومش بيخليك تطلع على السكيلز الجواك ومش بيوريك مش بيوري الناس انت ايه الاضافة اللي انت ممكن تضيفها لناس. فاعتقد دولي الحاجتين المهمين ان انت تكوبريت مع الناس على مختلفة بتخليك تتعلم حاجة جديدة. وبتخليك تبقى معروف للناس انت ايه الامكانات بتاعتك. والجزء الثاني ان انت تبص حواليك لما تبقى بحاجتها ايه المشاكل الناس دي بيتواجهها. اه طب ازاي ممكن احل المشاكل دي اللي هم باجهوها تتلاقي افكار الموضوع دوت. ازاي تؤتميت الحاجة. بحيس يبقى لك بصمة يعني ناس عارفة والله انا بستخدم الطول دي اللي عملها فلاني فلاني فسهلتلي الجزء ده. او احنا بنمشي على البروزيس دي اللي هو اول حد عملها كده. فدايما ده ده اللي بيعمل الفرق. اكتر من انت تقعد اه شغلك واحد اين انت لقيتها بعمله كل يوم وخلاص على كده. اوكي طب لو حبينا حضراتك تحط اه رودماب او بلان يعني من ثري مايل ستونس. للناس اللي حبه تبقى مالوير اناليست. اه حضراتك تقدر اه اه تحطها ازاي. حيس ان هي تكون يعني حاجة اه يقدروا يقيسوا عليها يعني مثلا السيرتيفيكتز البوكس. الحاجات اللي يقدروا يعملوها وتكون في نفس الوقت في مايل ستونس هو يقدر ايس البروزيس بتاعه قدر يوصل يخلص اول مايل ستونس ولا لسه كده. حضراتك تنصح بايه او شكل البلان نفسها تبعمل ازاي? اوه الموضوع ممكن بقى صعب شوية في موار اناليسيس بس يعني اعتقد لو احنا متكلم مالستونس و سري ستابس ايب اول حاجة ان انت تختار كتاب كويس في حاجة كتيرة ما اقول الوقت تبدأ تستخدمه كأنترول للموار اناليسيس تفهم يعني ايه مالور اناليسيس ويعني ايه ريفرس انجينيرين ويعني ايه اسامبلي ممكن نقول اسالي كتاب بس فيه براكتكال مالور اناليسيس في براكتكال مالور اناليسيس في كذا كتاب برضه ممكن نحط لستة بها عندك ونستة بعدين الحاجات دي بيبقى فيها حاجات عامل كتير فتبتدي شوية تخلك خطوة بخطوة بان ان انت ازاي تقدر تاخد تاخد سعيدكالناليسي وتعمل لها على حاجات صغيرة وممكن بقى يبقى الخطوة المالستوني بعد كده ان انت خلاص خط انترول مالور اناليسيس وخط انترودكشن للناليسي اللي انت عاوزها والطول اللي بستخدمها تشوف مثلا حد عامل على مالور مثلا معينة وعمل فول اناليسيس لها وتاخد انت اسامبلي دي وتحاول تعمل لها اناليسيس وتشوف تقدر بالسكيلز اللي انت تعلمتها من اول خطوة ان انت قريب كتير او ان انت تعلمت الحاجات صغيرة كلها اللي هتقرف تستخدمها ان انت توصل لنفس الفلاني الفلاني عملها في الديتيال دي وكل ما توقف تقدر ترجع له فيساعدك ان انت تاخد خطوة كمان ويبقى المالستون التالت ان انت بقى خلاص انت تعلمت الـ knowledge و skills حاولت تتريبليكيت حد عمل حاجة قبل كده وعرفت توصل لنفس الـ output شوف بقى سامبل او شوف حاجة محدش عملها خالص قبل كده وما لكش ليها reference ترجع له شوف هل اقدر اعمل لها انا بالنسبة للـ certificates والحاجات دي فيه certificates موجودة طبعا كل حاجة بس ممكن شوية تكون غالية مش available لكل حد ومش هي يعني ما شفتش certificates كتيرة موجودة في الماركت بالتست الـ practical skills ممكن تتست الـ statistical knowledge وان انت عارف الـ terminology وعارف اسامي بس ما فيش حاجة واضحة في موضوع الـ malware analysis ان هي تقولك والله انت وقت تقدر تبقى شغال في الـ research team او تقدر تعمل الـ malware analysis اوكي طب لو حبينا برضو يعني حضرك يعني تنصح ما يعملوش ايه يعني الشخص حابب يبقى malware analyst ايه الحاجات اللي هو لو عملها الى حد ما هيبقى غلط او هتجيب الـ يعني هتدلو outcome مش هيبقى صالحو او مش هيفيدو يعني الاخطاء اللي ممكن يقع فيها وهما بتعلموه ممكن نهيلايت على ايه بالضبط والله ممكن من الاخطاء ممكن نقول مثلا من الاخطاء اللي ممكن حد يقع فيها في الاول ان هو يفتكر ان انا عشان خاطر ابدأ في المور الاناليسيس لازم يبقى خلاص اكسبرت في الاسمدلي اكسبرت في الاناليسيس في الحاجات اللي كلها وابدأ اعمل مور الاناليسيس لأ يعني زي ما قلت كده كده انت هتبقى محتاج كل شوية تغير الـ knowledge بتاعتك كل شوية تعلم حاجة جديدة تشوف حاجة جديدة فانت لازم تبقى فليكس بولنا انا هبدأ كل ما اتباوز اتعلم حاجة هروح اتعلمها وارجع اكمل كل مستق شوية في موضوع مش سهل قوي فانت يعني لازم تبقى عندك زي ما احنا قلنا ان انت لأ طب وقفت في حاجة هتعلمها وارجع اكمل محتاج حاجة معينة هتعلمها وارجع اكمل وبرضو من الحاجات الممكن لحد يغلق فيها هو مشكلة انها يبقى معتمد على تول معينة او حاجة معينة في المور اناليسيس فلو ملياش اكسس لها او لو مش شغالها بحس ان خلاص انا كده مش عارف اعمل شغلي او مش عارف اتعلم مور اناليسيس لا خليك اكثر اعتمدياتك على الحاجات الـ open source الحاجات الـ available الحاجات اللي انت ممكن تعملها بنفسك وبسهولة تقدر تستخدمها اوكي طب الله حبينا نعرف منك الـ future goals بتاعتك شونس وضعي هذا سؤال صعب شوية بس يعني لا يعني فيه في حاجات كثيرة وانا لسه يعني في جانب ايباي ورائب مشبال كثير فالحمدلله عندنا رودماب كبيرة ان احنا عندنا نبني تيم كويس وكبير في الجزء الخاص بالـ cybercrime والـ commodity malware والـ attack على الـ e-commerce والـ tools بتاعتهم ونطلع بس على جانب اخر من الحاجات اللي فعلا بقرفية كثيرة ان احنا نبتدي ازاي نعمل impact في الـ community عندنا في الـ region ممكن نكون واحد مقصر فيها شوية وازي يرجع يكدي يفوكس عليها في كذا project نتكلمين في معناس ان احنا ازاي نرجع عندنا زي ما قلت عندنا talents كثيرة وانا نصات كثيرة ممكن تبقى محتاجة حد يعملها جاية او محتاجة ان هي تلاقي مكان بيوفر لها الفرصة انها تتشتغل research او انها t-innovate من حال المشكلة انا كنا بتكلم فيها ان الماركت عندنا اكثر انها يبقى عنده حد بيقدر يقضر يقوم بوز ideas ويبيلد road map لحاجات احنا نقدر نعملها بنفسنا فممكن تيجي من الحاجات اللي انا كين او ان انا اشتغل فيها بالاضافة طبعا ان في حاجات جديدة في شغلي الجديد برضو اعتبر داخلية جديدة بنا يوفعك بشوانز طب لو حرك جات لك فرصة ان حرك تبتدي من الاول هل كنت تختار نفس الباس ولا كنت ممكن تشافت في باس تاني او او كريم مختلف يعني والله مش عارف لو اكيد لو بدأت من الاول بنفس الحاجات والنفس اللي كانت عندي كنت هاخد نفس الباس زي ما قلت انا مشيت في حاجة انا كنت بحبها يعني ما اخترتش حاجة عشان خاطر هدف تاني يعني انها سواء position او career path معي انا مشيت في حاجة بحبها فا اعتقد دايما كل ما يتعاد علي الاختيار تاني اختار الحاجة اللي انا بحب اعملها وامشي فيها تمام طب لو حبينا حضراتك تدي نصيحة للنيو كومرز في single world تكون ايه هي single world طب ابي بس خلينا نقول ايه مثلا ان هو يعرف نفسه او يعرف ايه السكيلز اللي عنده يعني كل حال مننا عنده ميزة معينة عنده سكيل معينة النجاح مش ان انت تتوازي حد تاني يعني زي ما اتكلمنا في حد اصواتر مثلا في البروغرامنج مش لازم تبقى اصواتر في البروغرامنج عشان تنجح فيه ناس عندها سكيل تانية بتخليها تنجح انه هو اممورايز حاجة بيحب يقراه بيحب يفولو اوب مثلا انا بتكلم عن كارير بتاعنا في في حد بيعرف يمانيج ناس في حد بيعرف يكومنيكيت فدايما النصيحة ان انت مش متشوفش حد معين وتبعاست تتريبليكيت النجاح بتاعه والطريق بتاعه ولا شوف نفسك شوف ايه السكيلز اللي عندك وبعدين لما تعرف السكيلز دي كويس اشوف ازاي بقى قدر استخدمها وان انا اعمل الطريق النجاح بالخاص بيعين طب لو الناس احبت تفولو اوب الورك بتاع حضرتك او تشوف او تتارف اكتر عن حضرك هل في بلوغ او ويبسايت حضرك بتعمل ابلود الشغل بتاعك عليه او البوست او يكميونيكيتوا معاك ايه الكنتاكت اللي هما ممكن يوصلوا لك عن طريقه طبع ممكن اشير معاك بس ممكن بسهولة جدا على تويتر في الاغلب لما دعم الحاجة بيبقى احط لنكس لها على لنكد ان الشركات اللي اشتغلت فيها تلاقي دايما البوست بتاعتهم بيبقى في الروي تابس او ريسيرشات ازاي احنا عمانيها موجودة فيها ممكن برضو ابعت لك لنكس بالكلام دا كله بس ولما بيبقى في حاجة بابلشت في الكونفرنسي او حاجة بيبقى موجودة بس في الاغلب ممكن بيبقى تويتر دا اسهل حاجة ان انت تفلقى يعني لو بي حاجة دا محتوطة ببلك احنا في النهاية دي الحالة نحب نشكرك جدا يا بشوانس غريب على وجودك معنا وعلى المعلومات اللي حضرتنا بيها وان شاء الله هتفيد المستمعين وان شاء الله نشوف نيو تالنتز من مالور انالستز في الميدل ايست عندنا كتير زي حضرتك كده انا محسنا جدا ان ان اكتماعاتك نارده يونيس و بشكرك و بشكر ابشوانس محمد و محمد حسان على الفرصة دي و بنتنا ان للكو التوفيق في الشغل الجميل جدا ان انتو بتعملوا حاجة عظيمة بكثير من الناس و بتجايد الناس في طريقهم فاول بدايةهم وا اتمنى ان كن مع بعض تاني ورايب في فترة تانية اكيد ان شاء الله يا بشوانس غريب شكرا الي حضرتك و شكرا لمستمعين على حسن استماع و انتظرونا ان شاء الله فحلقة جديدة من ناكرة بلوكاست شكرا